النادي الاهلي عاقب مؤخراً سلسي عمر السلاية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشل تلاتاً كانوا معترضين ومتدايقين في المباراة الأخيرة قدام مزمبي ودلوقتي كنتيسا بتناقش حتى مع أستاذ أحمد درمالي رئيس التحرير على فكرة إنه منع عندي لعيبة كتير ولعيبة كلها مهمة وكلها نجوم وكلها مؤسرين فإزاي أصلاً أقدر كمدرب إن أنا سيطر على المجموعة دي كلها من غير ما حد ما يزعل فوارد جداً إنه في حد يزعل مرة أو اتنين أو تلاتة إنت بقى كمدرب إزاي تحكم سيطرتك على فريق مليان نجوم وكلهم مؤسرين ومهمين لازم أي لعيب موجود يبقى واصل للإحساس إن هو مش أهم واحد إنت مش أهم واحد إنت أي حد ممكن يبقى مكانك ويلعب وإنت ممكن تبقى برى النادي في أي وقت يبقى برى النادي في أي وقت لازم اللعيب يبقى فاهم كده أو حاسس ده واصل له القرار هنا مين اللي بيلعب أو مين اللي بقاش أو مين اللي ما بيلعش ده قراري لازم اللعيب يبقى عارف إنه ده قراري حلو زي الحاجات اللي فيها عقوبات هالناس تطلع تقولك لا النادي الأهلي مش هيعاقب النادي الأهلي ما عملش مش عارف إيه نادي الأهلي لا هو سياسة النادي الأهلي مبنية على السواب والعقاب الأساس اللي هو الأساس كده أنا عندي تمرين ساعة ثلاثة فأنا ثلاثة ودقيقة أنا تخصل مين فلوس ما بروحش أسأل أنا خلاص أنا عارف أنه تخصم مني فلوس يعني السيستم ده ما بيتغيرش ومش هيتغير أنا بقولك الدواخل واللعاب اللي بيغلط عارف أنه هو هيتدبح وكل واحد على قد غلط وعلى حد حجمه حجمه ككابتن فرقة إنه أردت كابتن الفرقة أنا لو مش كابتن فرقة يتخصم مني الرقم عادي كابتن فرقة تخصم منه ضعف الفلوس معروفة برضو في نهاية لقالي طبعا كابتن الفرقة بتخصم ضعف يعني لو لاحيتك خمس تلاف جنيه عشان عملت حاجة غلط كلعيب الكابتن فرقة عشر عشر طبعا ما راح في نهاية لها إيه تفسيرك إنه ثلاثة كبار وثلاثة محترمين جدا بالمناسبة الثلاثة دول مميزين كده حتى المستوى السلوكي عامل السلية وحسين الشهادت وقفشة إيه لي خليهم يتعصبوا أو يتنرفزوا أو يعملوا حاجة أي العيب عايز يلعب أي العيب عايز يلعب وبالأخص المتشاط الكبيرة المنورة هل أنت النهاردة بيبع فيه جمهور ده كله موجود والحالة اللي أنت شايفها دي وأنا كالعيب مش هيب عندي حسيني عايز يلعب فهد دايب أنا عارف إنه هو أنا حاسس بأحساسه لأنه المتشاط الأهلي والزمالك المتشاط مهمة جدا للعيب النهائيات وقابل النهائي مهمة جدا للعيب المتشاط اللي فيها الجمهور وحفلة أنت عارف حفلة حفلة كبيرة أولا أستحضرها فابتزعى لما حضرتهاش صحيح نعم لو حفلة عادية مش هتدايقك نعم عشان كده هم تدايقوا عشان كانوا محتاجين يبقوا موجودين